بمقار نادي الجولف والريما ينظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة الجسد تعصفا ذهنية لمسؤولي التقييم بإدارة الخدمات المساردة في الجهات الحكومية للإمارة وذلك حول تطبيق نظام تقييم الأداء بحضور عبدالله سالم المشوي مدير الدائرة وقيلت هذه الجسد بهدف مناقشة أهم التحديات وإيجاد الحلول لها حيث تم العديد طرح العديد من المحاولة تناقش توظيف نظام تقييم الأداء كأدات فاعلة في تطوير الأداء الحكومية وكيفية تعزيز التواصل في منظومة العمل إلى جانب استعراض وسائل نشر المعرفة وسائل تطوير نظام تقييم الأداء الإلكتروني لجعله أكثر مرونة وفعالية كما تم تسيط الضوء على طرق تعزيز معرفة الموظفين بصياغة الأهداف الذكية وربطها بالخطة الاستراتيجية لجهة العمل شكرا